بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا المرات اللي فاتت زي ما اتفقنا. بدينا بدايات اساسيات عشان نبتدي نشتعل بيها. النهاردة هنبتدي ان شاء الله اول درس عملي عندنا على انا عارف ان في ناس او عارفين الباكت تريسر بس في ناس تانية زي ما قلت على الجروب كده ناس لسه بتبتدي لسه ما تعملوش لسه اول مرة يشوفوا الانترفيس فما علش يعني عشان بس ايه اخواتنا نبتدي معهم واحدة واحدة عشان ما حدش يقع. طيب اه ده يا شباب اه تنزلوه عادي تخش على وتعمل له داونلود وبتكارية جاست اكاونت وبتعمل له داونلود يبقى فيه فيديوهات كده يعني اللي عايز تشوف او تقدر تستخدمه ازاي برضو احنا هنتكلم عليه على الانترفيس النهاردة هنبتدي به قبل ما نتكلم ونرجع بعد كده على الحاجات اللي نطبق الحاجات اللي احنا قلناها على يعني النهاردة نص سيشن هيبقى هنتعرف على الجزء التاني هنبتدي نشتغل على ونكارية ونعمل احنا جايبين بتاعنا او الراوتر بتاعنا من المصنع ازاي نعمله الاعدادات الاساسية وبعد كده هنكارية وهن زي ما اتكلمنا على جروب وهنعمل والكلام ده كله. طيب نبتدي بقى ايه? الباكت تريسر. الباكت تريسر ده طبعا في ناس كتير بنتدرب على الراوتر على السويتش ما عندهاش فبتعمل ايه? بتنزل الباكت تريسر. الباكت تريسر لذيز وما بياخدش رمات عالية او كده زي الجي ناس بس ليه محدود مش زي الجي ناس او انا عمتا واحد من الناس انا محبش جي ناس انا بشتغل بالا في او او اي حاجة ازرف بكتير من الجي ناس الجي ناس تقيل جدا. طيب انا دلوقتي بنزل بعمل ده فتحت البرنامج عندي ده الانترفيس اللي بيزهر لي فيه وفيه ايه اللوجيكال? اللوجيكال ده كأني بضيف زي ما هنا كده تحت. بضيف هنا نتورك ديفايس راوتر. سويتشات. هنا بختار بقف برضو هنا على الراوتر وقفت على الراوتر كده تحت. ظهر لي موديلات معينة الاربعة تلافة وثمية الفين تسعمية بختار الموديل اللي انا عايزه. واقوم مطلعه كده كده. كده الكلام في السويتش. باختار السويتش. بتظهر لي هنا الموديلات الموجودة في السويتش. الفين تسعمية وستين. هنا دالير سري تلات تلافة حمس ومية. وهكزا هنا بختار بتنقل وهيه بختار من اللي هنا. وهنا لو عايز اضيف اجهزة هنا بختار لو عايز اجيب كمبيوتر لابتوب كاميرا او زي ما اتكلمنا اللي هو الحاجة اللي قدام تمام? فبنضيفها هنا وفي هنا برضو الكابلز الكابلز دايما الناس او معظم الناس بت ايه بتختار الاوتو لسه انا هشوف ولا 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 فايه بقم بستسهل واخد ايه من الاوتو وهو بيعدل نفسه بنفسه. السلام عليكم بشمعوند بس. عليكم السلام. انا هستأذن حضرتك حركة لسه بادئ ولا? لسه بادئ اه اه. طيب مجيش مشكلة. هو انا اول سيشن اللي هي معاكم ده. تمام? اه بص تنور يعني هو احنا ما دناش يعني ده اول سيشن عملي. اه حاول تلحق احنا شرحنا بس الاي بي ادرس يعني حاجات محدودة كده. اه مش اتوقعك يعني او اه او ممكن ترجع لها من الفيديوهات يعني. يعني ممكن تفولوا معنا ان شاء الله النهاردة. ان شاء الله. مش حاجة محدودة الا الناس تفهم ان يكون حد معنا جديد. لا اوه مش حاجة محدود انا لسه حتى على انا لسه حتى على الجروب. كنت بقول للناس الناس بتاخد معايا انيرسي. انيرسي. خلاص ده يعني خلاص ده كده داخل على الاي اي. وبلاقيه واقع في السابنتينج. مش عارف ليه. معينه درس السهل. ولزيز. بس مش عارف عامل المشكلة عند الناس. انا مش عارف ايه السبب. مش مش يعني. انا شايف الموضوع مش 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 بالصعوبة ديت يعني. بس. ده لا. معمتا هو موضوع سهل ومهم. هو سهل ومهم بس الناس كتيرة بلاقيها بالضرب في الموضوع. حتى انا كان بداية اصلا للموضوع او او السيشنز المجنية ديت ان انا لقيت كتير بيسألوا على السابنتينج. فايه يا جماعة في ايه? فانا جاء حتى كان اول حاجة كنت مسمي جروب سابنتينج. فبعد كده اه قمنا قلبناه شبكات. بس الموضوع سهل لزريف مفهوش اي حاجة يعني. على الموضوع برضو تقدر ترجع للفيديوهات اه النهاردة مش يعني حتى لو ما شفتش الفيديوهات بتقدر اتفوله معنا بازن الله يعني. ان شاء الله. اه يعني زي ما قلنا اه الباكت تريسر ده كده لسه بنفتحه. لسه بنتعرف عليه. لسه بنشوف انه يشتغل عليه ازاي. ان شاء الله يا بشوانس ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك وكتر من عم سارك. حبيبي حبيبي ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. ايه. 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 انا هزعل منك كده. كده بقى احنا ايه هنزعل من بعض. لا ما ينفعش. بص زي يعني. اه زي ما الناس بتاع بتضم بتن تحفظه. الناس اه الكالكوليتور اه بس تسهل وباجي مسلا اجي اشتري حاجة اعود ما عرفش اروح ايشغل الكالكوليتور. فلا لازم انت تحسيبها بنفسك. لازم تبقى عارف ولازم تبقى فاهم. انا. والموضوع مش صعب او ان يعني ان احنا نجيب برامج تحسيبها يعني بالموضوع. طيب نرجع لكلامنا كده ده احنا في هنا برضو عندنا ده الفيزيكال بقى بيجيب لي شكل الناس اللي نزلت عملي واشتغل اشتغلت بيديها عايزة تشوف بتلاقي بقى ده الشكل بقى في الايه في نفسه او في الموقع او في احنا اللي دفناها والسويتشات مجرد كده لكن هنا بقى ده كده ايه اللي بيظهر عندي في السايت عايز تزوم عليه تمام وبرضو اقدر اشتغل عليه زي ما انا عايز زي ما شوفنا هنا الكابلز عايز اوصل هنا كابلز من ده للراوتر خلاص كده انا وصلت كده كاني بوصل بالكابل قدام الراك وبشتغل عليه هنا كمبيوتر ما عايز اضيف كمبيوتر ايوة انا مش فاهمة حضرتك بتوصل من سويتش الراوتر او من الرطور للسويتش مش فاهمة حضرتك يعني لا لا انا 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 بتعرف على على الشكل بس لكن ايه او اي انترفيز باي انترفيز او في ايه لا مش مشكلة انا حتى بعد ده كله ادلت يعني اه وهنبتدي اللاب بتاعنا انا بتعرف بس على الانترفيز اللي قدامي تماما شكرا يا باش مهندس هنا ده الكمبيوتر ده فلنا الراجل قد تخيره وقاب لنا كمان حتى ترابيزة نحط عليها الكمبيوتر الكمبيوتر عايزين نوصله برضو بالسويتشات هنا الكابل هنيجي هنا بالكابل وصلي كده كأنه فيزيكال بالزبط كأنه في السايت باجي هنا اروح اللوجيكال راح ضفها اوتوماتيك يعني في بينهم بين الفيزيكال واللوجيكال يعني انا اهو الجهاز اللي ضفت اهو وظهر اللي اهو في اللوجيكال ومتوصل بالسويتش مفيش مشكلة فده عشان ايه افرق بين اللوجيكال والفيزيكال لو عايز برضو كمان ااد هنا اعايز ااد راك تاني اقدر ااد راك تاني هنا ده زوم ان زوم اوت ده هنا الراك التاني بضيف هنا بروح لي اللوجيكال او سويتشات اللي ضفتها حول هالي في اللوجيكال عايز ادلت بس الليكت من فوق كده ادلت انا بس عشان الناس اللي ايه الجديدة انا عارف ان في ناس جديدة خالص ممكن تكون ما اشتغلتش على ولا الانترفيس فخلينا نبقى متعودين كده من البداية ايه اللي بيحصل هنا بسليكت طيب ده كده ازاي نوصل ازاي برضو في حاجة تانية عندنا هنا سيموليشن وريال ريال تايم ايه السيموليشن ده شبه شوية الناس اللي شغالة مثلا عامل زي حاجة زي الدي بج او الواير شارك بي سيموليت ايه الموضوع عندي او هنشوف زي ما ادينا الاستيشن اللي فاتت الارب هنشوف ايه اللي بيحصل فاكرين لما قلنا الديستينيشن اي بي والسورس اي بي بعمل بنج او ريتشبل وبيتحول لي الماك ادرس وبعمل الكلام دوت هنشوف دلوقتي ازاي الباكت ديت ونتريس الباكت ديت عن طريق السيموليشن خلينا لما نشتغل اللاب دلوقتي هنعمل سيموليشن بيها ونتدرب على السيموليشن دوت مفيد جدا بالزات حتى في البداية عشان تعرف يعني ايه ارب بدل ما فيه ناس فيه ناس بتكلم كتير او فيه نظر كتير او كتاب فيه كلام كتير فانا عايز في الاخر انا واحد من الناس بحب اشوف الحاجة عملي كده قدام عيني خلاص فيه امتعى طيب برضو خلينا متفقين على حاجة كده زريفة عايزين اه يعني بص شغالين احنا يعني من غير ما تعمل الحاجات دي بيه ديك ما لهاش اي لازم يعني يعني بقولك يعني انت كده بدعوة وما لازم يعني فيه ناس كتير بقولك وانا بتفرج على اليوتيوب ما بفهمش بعمل مش عارف ايه ما بفهم لازم انت بعد ما انخلص ياريت بعد ما انخلص على طول حتى عشان تبقى لسه فاكر ممكن تقول اه باش ماندس اسر اه عمل سليكت من هنا لهنا ومشي بالموس وبتاعه وكده بكماند اه ده لا ده كده كده الموضوع زريف تعالى بعد شهر بعد بتاع ما تلاقي نفسك نسيت وتهت وفلا لازم لازم تحط تشتغل باديك مش مجرد ان انت تتفرج مش انت تتفرج على اليوتيوب او تتفرج على على سيشل مسجلة لا لازم تحط ايدك كده وتعمل وتشتغل بايدك وتتربل بشوت باديك شوية بشوية هتلاقيك اتعلمت وفهمت ايه اللي بيحصل لكن ما تعدش مستمع لو اعدت مستمع يا جماعة انت يعني بتلوز وفي الاخر مش مش هتوصل للنتيجة اللي انت عايزة فخلينا زي بقولك كده مبدأ بعد بعد تعمل اللي احنا عملناه وهدلكم ان شاء الله اللبات سابعتها لكم وتعملها بنفسك. طيب نرجح لآآ طيب خلينا بقى ندلت كده احنا شوفنا برضو بتاعته وبقينا شوية بيه برضو في حاجة برضو حاببا اقولها هنا فيه بريفرنس انا بحب دايما اسليكت ده هنا الفونت لو عايز تغير الفونتات بتاعت الابليكيشن لو عايز انا بحب اكبرها انا لابس ندارة فبحب اكبرها او اصغرها تقدر ايه تتحكم في الموضوع دوت هنا برضو تقدر عايز تغير برضو الفونت بتاعك او تقدر تتحكم فيها من من هنا من البريفرنس من بريفرنس فونت في ديات مش موجودة باي ديفولت انا بحب اضيفها برضو يعني بص كده الفرق بوصل مش عارف هنا حتى الكمبيوتر على انو انترفيز فدي الزريفة بصه كده على طول انا عرفت كده الكمبيوتر متوصل بانترفيز زيرو على اربعة وعشرين فانا دايما بحب اكتف ال 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 تشيك بوكس دي جميل كده البرنامج سهل الظريف يلا بقى ايه نشتغل اول كورس بتاعنا اول لاب انا هدلت كده زي ما قلت لك يا باش وقدسها والاشتغل بقى على ايه نظافة انا هضيف او تسعة واشرين ستين تمام تعالوا نعمل له مش هضيف لسه حاجة تانية معاه هعمل له بتاعته بس اللي اجت كده فيه فيزيكال وكونفيج ليس ويت هو لسه ويجوم وكونفيج خلينا نصبر شوية هو لسه بيقوم طيب الجهاز لسه بيقوم الراوتر بتاعنا او السويتش هتلاقي الاختلافات بسيطة جدا لكن نفس الموضوع ونفس فيه بين لما بتشتغل مع الراوتر والسويتش لايه بس الفرق فيه الكوماندات والكونفيجريشن لكن التعامل مع الدفايس سابت طيب هنتعامل مع الدفايس ازاي فيه حاجة تلات حاجات نقدر نتعامل فيها مع الراوتر ويه السويتش بيه تلات طرق اول طريقة حاجة اسمها كونسول تمام انا جبته كده من سيسكو جالي من الشحب فتحت الكاراتين عايز اكون فيجره بقى بعلقه طبعا الاول في الراك زي ما اتفقنا وبعمل باور اون وببتدى كونفيجر بتبتدي توكونفيجر اول حاجة عليه بتخش عليه فيه طريقة اسمها كونسول بيه كابل الكونسول اجيبها لكم اجيب لكم شكل الكابل ان اجيب لكم تمام? جهاز بيخش بيخش على كمبيوتر بتاعي من والنحية التانية كده بالار جي بي اوصله بالكونصل في البورت بتاعة السويتش او الراوتر. ده كده انا بخش عليه حاجة اسمها كده الجهاز قدامي وبخش عليه زي هنا ده اسويتش هجيبه ادي اسويتش بتاعنا تلاقيه في الظهر كده في السويتش او مكتوب عليه كونسول وبرده في الراوتر هتلاقيه مكتوب عليه كونسول هو نفس الكابل تقدر تخش باي موديل سيسكو راوتر او سويتش. وفي كزا طريقة تانية فيه ده كده كونسول في الطريقة التانية بقى بتخش عليه بكابل او بتاعنا ده هنشوفه دلوقتي وهنكون فيجر السويتش ان احنا حاجة اسمها او ايه ممكن تعمله اس اس اتش. تمام? هنشوف الطريقة ديت والطريقة ديت النهاردة ان شاء الله. فدي الطرق اللي تقدر تمانج بيها الراوتر والسويتش. تمانج يعني تكتب تعمل اعدادات تعمل لراوتر والسويتش. بس الكونسول لازم تبقى موجود جنب الجهاز. الطريقة التانية بيبقى مش لازم تبقى موجود برا الجهاز جنب الجهاز. ممكن تكون فيجر الجهاز هو الراوتر بتاعك او السويتش بتاعك في امريكا وانت هنا في مصر. فيش مشكلة اهم حاجة يبقى فيه هنشوف الكلام دوت النهاردة لما الناس سألوني حتى في سيشن انا قلت لهم هنركز على الحتة داي. فالاي بي تقدر تخش عليه بطريقتين حاجة اسمها اس اس اتش. هنشوف اللي اتنين ايه الفرق بينهم وازاي تكون فيجر السويتش ان انت تخش عليه تلنت او اس اس اتش. عن طريق الاي بي ريتشابالتي. ده كده اول حاجة في بتاعتنا. تاني حاجة عايزة اقولها برضو ممكن تخش تكون فيجره مش لازم كونسول آآ في الاجهزة الجديدة دلوقتي في تقدر تكون فيجره بيها. باش مهندس. ايه. عزاتك لما بتدس عليه في باكت تريسر بيطلع لك شاشة السي ال اي تمام? تمام. لكن في الحقيقة بقى يعني السي ال اي دي هتطلع ازاي الشاشة دي نفسها هتطلع ازاي في الواقع? حلوة اوي هنشوفها دلوقتي في الواقع. هجعوريالك بالزبط في الواقع هي بكونسول. سي ال اي ده بيطلع لقيمة هو هو بيطلع لقيمة بكونسول بتخش عليه او هيا هي. بيقول لك كينك دخلت عليه كونسول هنشوف تبكة اللي دلوقتي واحنا شغالين وهنخش من جهاز كمبيوتر وهنوصل كابل لكونسول. انا عارف الحاجات دي بتسألوا عليها. هوريالك بالزبط اللي بيحصل. وهوريكي شكل الكابل وهشوريكي شكل الكمبيوتر بيخش كونسول هتلاقي نفس الشاشة بتاعت السيل اللي. تمام. طيب احنا عندنا في الراوتر او السويتش هنا عندنا اول مود اول ما بنخش بعد ما بنعمل باور اون بنسيب الجهاز يعمل بوت ويلود بتاعته ويلود بعد كده بنعمل بنلاقي عندنا المود دوت اللي هو علامة اكبر من اسمها يوزر مود ده ده مش مفهوش حاجات كتيرة ما بتاعتم يعني هوريك الحاجات الايه المتاحة فيه ستلاقيها ضعيفة جدا يعني يا دوبك يقدر يعمل بنك يقدر يعمل طيب هنخش اللي بعدها هنكتب ده هيودينا من مود اللي هو اليوزر مود او انابل مود ده او ده الاتنين واحد بجاست كتبنا الكماند اللي هو اسمه ايه انابل طيب ده كده برضو كل كل مود من المودات ده في حاجات ايه متاحة هنشوف لما نخش دلوقتي على السويتش المتاحة وبعد كده الاهم مود عندنا اللي هو الايه الكونفجريشن مود او بنكتب ونخش على الكونفجريشن ده بقى هتلاقيه غني بالكماندات وفي بعد كده لو دخلت على الانترفيز دخلت على الراوتر كيس باي كيس يعني. طيب برضو عايز قبل انا عايز قبل ما اخش الراوتر او اتعامل مع السويتش ابقى عارف الحاجات ديت هقدر اكسسو ازاي هعرف المودز عندي عايز اعرف برضو انواع الرامات اللي موجودة عندي في الجهاز دو. في عندي حاجة اسمها رام وروم ونان فيواليشن رام وفلاش. كل حاجة زي ما انت شايف في السكرين بتعمل ايه? الرام ديت ريد اند رايت ميموري ديت بت يعني ايه بتقدر تمسح وانس ان انت طفيت الجهاز بخلاص اتمسح كل اللي عليها. متقدرش تعمل زي جهاز كمبيوتر كده او ما عملتش سيف فخلاص بتلاقي ساعات كده بتكتب على الورد ما سيفتش او اخ حصل باور اون او باور اوف خلاص مش هتقدر تجيب الكلام دو. طيب دوت الرام طيب فالرام ديت زي ما قلنا انها بتتطير طبعا الزوم حيفصل ممكن ندل نخش تاني لو فصل. فالرام ديت زي ما قلنا دي بتحط فيها ايه? دي عاملة زي زي الرام اللي في الكمبيوتر حط عليها حاجة اسمها لو موجود عندي خلاص زي او ده اسمه طب انا لازم لو فصلت خلاص بيبتدي دي في حاجة اسمها بيقدر يحفظها في بس ممكن اشيلها نا يعني يعني ممكن ادلتها لكن الرام وانس ان انت تفضت الباور لا لكن الان في رام تقدر تدلت لكن تقدر تحافظ عليها وتقدر تدلتها يعني معاك. ده فلازم حتى ما انت هكتبين في الراوتر والسويتش في الكونفجريشن فايل لازم تسيف لازم تعمل تحول الكونفجريشن فايل دي من راننج تسيفها هنشوف الكلام دوت هنعمله النهاردة لو فصلت خلاص الكونفجريشن فايل ديت ضاعي. طيب في حاجة كمان اللي بيلود منها بتاعنا 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 ده اسمه الجهاز بتاعنا اصلا بيجي من الشركة مش عارف مش فاهم يعني ايه كماندات فاي اللي بيفاهمه الكماندات ديت هي بتاع او البلاد فورم بتاعه. البلاد فورم بتاعه دوت بيتخزن فين? فيه ممكن تخزنه في الفلاش. الفلاش دي عاملة زي ممكن تشيلها وممكن تحطها بس هي موجودة. انت اللي بتشيلها باديك. لكن الروم الروم دي خلاص سابتة. زي ايه? زي الانواع الرامات اللي موجودة في الراوتر او سويتش. وكل حاجة لها فايل بتتعامل معاه. زي الاي او اس ايميج والكونفجريشن فايل بتاعنا دول اهم حاجة. وازاي تحول من ران كونفجريشن فايل لستارت اوب تخليها بدل ما هي رام تحطها في الان في رام عشان لها نعمل ريلود الاقي الكونفجريشن دي موجودة عندي تاني. طيب يبقى احنا اخدنا كده ايه? كم حاجة قبل ما نخش نكونفجر بتاعنا? خدنا انواع الرامات ازاي نكونفجر انواع او او طرق اللي هنقدر نكونفجر بيها الراوتر والسويتش. بس احنا اتكلمنا في الحاجتين دولة. طيب يلا نخش بقى نبتدي نعمل للسويتش بتاعنا. هنا اللون اه شفته ازرق وكبر من الوبشن. نattleج بالسويتش ده عاروة chrome. هنا لسه يلوده قبل او في اللودين ليه خلينا رسد جميل. طيب تعالوا نضيف خلينا عشان نجاوب على سؤال بشوال ديسة طيب احنا دلوقتي اكفين كده اول ما شغلنا عمل للامج ووقف على الايه اليوزر اكسي اليوزر اكسيكوشن هعمل انا مش لازم اكتب بالكامل انا ممكن اي ان وادوس على التاب خلاص هو افهمها المشكلة في حاجة بقى لو ايه ودست تاب مش راضي ليه هعمل علامة استفهام لاقي فيه تو اوبشن حاجة اسمها انابل وحاجة اسمها اجزل عشان كده لما ال اي ان خلاص مش مشتركة مفيش هلا انابل بس ففهم فممكن اعمل تاب هو اكملها لوحده ممكن حتى مش لازم اعمل تاب ادوس انتر كده خلاص اتحول لنا من اليوزر اكسيكوشن طيب هزين نروح من جاست بكتب طيب تعالى بس انا اجزت عايز اجزت او بخرب كده تاني اشوف اي حاجة بعمل انا عايز اعرف ايه الافيبل او ايه المتاح عندي دي علامة الاستفهام اما تزيني عايز اعرف في ايه علامة الاستفهام معانا دي الهال زي ما انت شايف الايه اليوزر اكسيكوشن مود فيه كوماندات مش كتيرة زي بقولك فيه شوهات حاجات لكن وعلامة الاستفهام دي كده الحاجات المتاحة واهم حاجة طبعا الشوهات هنشوف الشوهات ديها دلوقتي في وبتقدر تشوف منها زي وبتقدر تشوف فينا حاجات كتيرة هنشوف دلوقتي حالا طيب انا دلوقتي عايز دلوقتي انا في ايه في الانيبل مود او بقى اكتب بقى مش لازم اكمل بتتابع على طول راح هو اكمل ده كده انا انتقلت للليفل التاني اللي هو عايز اطلع من ديت بي اجزت بعد كده بخش بقى ايه اعمل هنا عامة استفهام دي كده هنا الحاجات المتاحة ان انا اعمل لها او جاست مسلا بخش على حاجة تانية زي الانترفيسز فاست ايه سار نت زيرو على واحد كده هنا ساب كونفجريشن كده الكونفجريشن الخاصة بالانترفيس دوت علامة استفهام كل الحاجات ديت او البرامتر للانترفيس عايز بعد ما اخلص بخرج من الانترفيس اجزت طب انا هنا وعايز اطلع بره خالص على مود بعمل بدل ما اطلع كزا ستيب ايه اجزت اجزت لا اند يقوم وخرجني مرة واحدة تمام قارفنا كده جل مود ويه بخش من المود من مود لمود وبتنقل منه ازاي وازاي طريقة التاب وعلمة الاستفهام اي حاجة كده بتتزيني انت مش فاكر الكماند ممكن تكتب اي حاجة كده ويه هو ايه كونف عالمة استفهام اتزنقت اه راح قال لك ده فيه كزا احتمالية كونفجر كونيكت كوبي تمام يبقى كونف خلاص كده كونف اه شفتوا حتى انا ايه قاعد اعمل مش راجل مش مش مطوعني ليه كتبتها غلط كده كده خلاص كده كون مشتركة بين كونفجر وكونيكت هتلاقي تاب مش مطوعني برضو لكن لو انا خلاص كده ظهرت كده التابات طيب نعمل بقى بالسويتش تعالى نغير هو اسمه سويتش اول كوماند هناخده اسمه هوست نيم هوست نيم هنا اس دابليو وان شايفين هنا الاول في الاول ظاهر سويتش لما عملته هوست نيم سويتش وان انتر اتغيرت لنا سويتش وان فده اول كوماند سويتش هوست نيم سويتش وان طيب تعالى نعمل كوماندات تاني عايزين نعمل باسورد احنا